أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن الإنجازات المتواصلة التي تحققها رياضة الهجن البحرينية في المشاركات الخارجية تجسد رعاية جلالة الملك المفدى لرياضات الموروث الشعبي واهتمام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد أن الإنجاز الجديد الذي تحقق بحصول صمت على المركز الأول في كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية يأتي امتدادا لسلسلة من الإنجازات الكبيرة التي تحققت على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة في الفترة الماضية وأشر سموه إلى أن رياضة الهجن سجلت نجاحات متواصلة في الفترة الماضية وتؤكد الاهتمام الكبير الذي تحظى به هذه الرياضة العريقة من قبل جلالة الملك المفدى وهو ما يشكل الحافزة والدافع الكبير لتحقيق الإنجازات باسم مملكة البحرين وتأكيد الحضور القوي والكبير للمملكة في المحافل الخارجية وجاء فوز صمت بالمركز الأول في شوط حقائق بكار قعدان على كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للشوط الأول في مسابقات الاتحاد السعودي للهجن على ميدان تابوك للهجن وذلك لمسافة ثلاثة كيلومتر وبزمن قدره أربع دقائق وثلاثين ثانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر